بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الثاني وهو بعنوان خواص عمليتي الجامع والضرب في الأعداد الحقيقية نبدأ بالسعراض أهم مجموعات العد التي درسناها وفي البداية درسنا مجموعة الأعداد الطبيعية تحتوي على الأعداد 1, 2, 3 وهي أرقام العد ويطلق عليها أيضا اسم الأعداد الصحيحة الموجبة والمجموعة الأشمل منها هي المجموعة Z integers تشمل الأعداد الصحيحة السالبة سالب 1, سالب 2 إلى سالب ما نهاية والأعداد الصحيحة الموجبة 1, 2 إلى موجب ما نهاية إلى جانب الصفر فZ تساوي Z سالب الصحيحة السالبة اتحاد الصفر اتحاد الصحيحة الموجبة Z موجب والمجموعة الأشمل من هاتين المجموعتين الأعداد الكسرية Rational Numbers وهي الأعداد التي يمكن أن نكتبها على الصورة A على B ويكون ناتج هذه القسمة إما أن يكون عددا صحيحا مثل 1, 2, سالب 4 فمثلا 2 يمكن أن نكتبها على الصورة 6 على 3 فهي أيضا تعتبر عددا كسريا وإما أن يكون خارج هذه القسمة عددا منتهيا عددا عشرية منتهيا مثل 3.67 أو عددا عشرية دوريا مثل 5.272727 هذا العدد 2 سبعة تقرر إلى ما لنهاية أو أيصر مثال ثلث يساوي 0.333 فثلاثة هذه تتقرر إلى ما لنهاية فعندنا N مجموعة جزئية من Z وZ مجموعة جزئية من Q هناك أيضا أعداد لا يمكن أن تكتب على صورة عدد عشر منتهي أو عدد عشر دوري مثل جذر 2 باي 1.414213 وهكذا هذا العدد العشري إلى ما لنهاية يتقرر فيه الأعداد من صفر إلى تسعة ولكن لا يمكن أن يكتب على الصورة الدورية مثل ثلث مثلا 0.333 دوري فهذه الأعداد تسمى Irrational Numbers أعداد غير كسرية أي لا يمكن أن نكتبها بقاعدة الأعداد الكسرية Q آخر مجموعة وأشمل مجموعة هي مجموعة الأعداد الحقيقية Real Numbers وتحتوي على Rational Numbers and Irrational Numbers الأعداد الكسرية وغير الكسرية فR تساوي Q الكسرية اتحاد I وهناك مجموعة أيضا أشمل من مجموعة الأعداد الحقيقية هي Complex Numbers ولكنها ليست في نطاق هذا الملحق تقضي على مجموعة الأشوان جد اللعب